رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يواجه تحذيراً إلى تركيا بخصوص تجاوزاتها في منطقة شرق البحر المتوسط ويؤكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن مصالح التكتل إن لم تسلك تركيا نهجاً بناءاً في حل النزاعات الراهنة على حد تعبيره تصريحات المسؤول الأوروبي تستبق القمة المقررة لرؤساء وحكومات التكتل يومي الخميس والجمعة المقبلين في بريكسل والتي ستخصص حصراً لبحث العلاقات مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط في رسالة الدعوة إلى القمة أشار شارل ميشيل إلى أن الهدف منها هو خلق مساحة للحوار البناء مع أنقرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ككل مشدداً على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية في إشارة إلى اليونان وقبرص وفي أولي رد فعل تركي أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو أن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي خلال القمة اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية حيال تركيا بخصوص اتفاقية الاتحاد الجمهوركي ومكفحة الإرهاب وإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل ويذكر أن أعمال التنقيب التركية على الغاز والنفط قبلة قبرص خلقت نزاعاً مع تركيا التي يحتل جيشها الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي مما أجبر دول التكتل على التحرك لثنيها اشتركوا في القناة